هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم في مجلس الصائمين نحن الآن في العد التنزلي في الأمطار الأخيرة في هذا السباق الممتع الذي بدأناه منذ بداية شهر رمضان الكريم سباق عرض القيم الإنسانية ونعيدكم بأننا في الأمطار الأخيرة سنكون مثل الفرسان الذين لديهم بأس قوي في سباقاتهم فلن نفقد أنفاسنا في الأمطار الأخيرة بل على العكس سوف تجدون عندنا في الأمطار الأخيرة كل البأس في هذا السباق حتى تصفر منا بكافة الطموحات التي يمكن أن يتمنها مطلقي من مرسل في الأمطار الأخيرة أقول لكم لأنه أثرنا على أنفسنا بأن يكون لدينا ثلاثون قيمة في شهر رمضان الكريم مع أنه الذي أتيح لنا مقدما تسع وعشرون حلقة لأننا أثرنا أيضا أن تكون الحلقة الثلاثون مجمعة لهذه القيم نستعرضها فيها جميعا إذن كان أمامنا تسع وثلاثون حلقة تبقى منهم ثمان وثلاثون لأن حلقة اختتفت أسناء طبعا يعني عرض بعض الأخبار الرياضية المهمة على الهواء مباشرة وكانت تصفيات قرعة كأس العالم وطبعا تهم عدد كبير من جمهور الرياضي المصري في هذه الحلقة لم نقوم بها لذلك قررنا أن نضم في الحلقتين هذه الحلقة والحلقة القادمة أربع قيم مرتا واحد طبعا سيتطلب هذا جهدا بليغا من فضيلة الأستاذ دكتور سعد الدين هلالي لكنه أبدا لم يتدخر هذا الجهد وقرر أن يقسم الأربع حلقتين بين أربع قيم الحلقة الأولى وهي هذه الحلقة نقسمها بين قيمتين مهمتين قيمة الضيافة وقيمة الاستئذان سيكون بينهما فاصل بسيط سنستعرض أولا قيمة الضيافة وبعد ذلك نستعرض قيمة الاستئذان قيمة الضيافة لا شك أنها قيمة مهمة جدا شرطا أن نعرفها تعريفا واضحا وبعد ذلك التعريف نستطيع التفرقة بينها وبين مصطلحات ربما يلتبس على البعض بأنها مرادفة لقيمة الاستضافة أو مرادفة لرفز الاستضافة لرفز الضيافة عفوا وربما المصطلح الذي يشتبه لدى البعض بأنه مرادف للضيافة هو الاستضافة ولذلك نريد أن نفرق بين الضيافة والاستضافة وكذلك نريد أن نفرق بين الضيافة وبين الإتاحة للطعام يعني أنه ممكن أحد الناس يأتي إليك ليتناول طعاما فهل هذا يعني أنك قمت بضيافته بشكل تام أو أن هذه هي الضيافة أم لا بعد ذلك نتطرق إلى إنسانية هذه القيمة قيمة الضيافة وثمرة هذه الإنسانية ودور مصدر الدين الذي يؤكد على هذه الإنسانية ويحزر أيضا من غيابها بعد ذلك نتعلق بالمحور الأهم وهو الإشكاليات التي تترتب على أسلمة قيمة الضيافة وفيها نتعرف على ثلاث نقاط حكم الضيافة التكليفي ونطاق الضيافة ثم دعوة الضيافة وبعد ذلك ننتقل إلى الأفكار الإجرائية التي تترجم وتجسد هذه القيمة في حياة الناس حقيقة وتفاصيل وقعية اسمحوا لي الآن أن أرحب بعلمنا الجليل فضيلة الأساس دكتور سعد الدين هلالي دكتور سعد أهلا ومرحبا بسيادة الماضي بارك الله فيك وفي المشاهدين والمشاهدات تسمح لي أن نبدأ أرى طول عشان وقت الحلقة صغير هنأسمها إلى زي ما تفضلت إلى حلقتين حلقة عن الضيافة وفي الفاصل بعدين ناخد حلقة عن الاستئزان الضيافة قيمة إنسانية أيوة نعم قيمة إنسانية وسيثبت من خلال كلامنا أنها قيمة إنسانية لو إحنا نحكنا على أنفسنا وقلنا دي قيمة إسلامية كأن محدش بيضايف إلا إحنا يبقى إحنا عايشين فيه وهم وغيرنا هيسبقنا فلازم نعيش أن دي قيمة إنسانية وأهل الأرض كلهم في حاجة إلى الضيافة الضيافة في تعرفها أو تعرف فيها اسم الإكرام الضيف اسم الإكرام الضيف طب اسألني ليه قلت اسم الإكرام الضيف أصلها اسم مصدر ضافة يضيفه ضيفا فالمصدر ضيفا أخذنا من المصدر عملنا اسم وهو الضيافة فأصبحت الضيافة اسم مصدر اسم مصدر تمام أخذنا هذا الاسم من أجل الإطلاق على إكرام الضيف أصل الضيافة من ضافة مالة مال يعني إيه واحد قاعد جنبك كده في الباص ومتعبه مال عليك فانت في إمكانك تزقه وتقوله فوق وفي إمكانك تستحمله أو يعني تحاول إنك ترحم حتى نومه على نفسه مش رفع الكرمه عن سلاسة وعن نايم حتى يسترقظ طيب في إمكانك مال عليك انت حسب كرمك بقى إن كنت كريم معاه هتستحمله ما كنتش كريم معاه هتقوله فوق الضيفة بتقول استحمله الضيفة بتقول إيه تحمله يعني إيه تحمل الضيف ضيف جاء مال عليك الضيف ده مش جاي ياخد صدقة المال جاي ياخد إيه جاي ياخد أنس جاي ياخد ود جاي عايز يعيش كده إنسانيته عايز حد يقوله يعني يكلم معاه إنسانيا عايز واحد يدلعه أكله وشربه ونوم ده الضيفة ده الفرق بقى بين الضيفة وبين الصدقة الصدقة واحد عايز حاجة فرق بديله إرشين مع السلام قطعت العلاقة يعني ما بقعدش معه إزاي حالك وأخبرك إيه وأخبر ولدك إيه ما بحكيش ما بس دخلوش بيتي وأقدم له طعامي لا لو عايز إيواء لا الإيواء ده محتاج الضيفة بقى أنا بديله الضيفة أو أديله إرشين أقول له روح سكسكم فيه في أي مكان إيه الفرق بقى بين الضيفة وبين الاستضافة آه الاستضافة طلب الضيفة الألف وستين واتق للطلب يعني إيه استضافة يعني أنا بطلب منك تضيفني عندك مين الطالب أنا أنا اللي طلبت منك أنا اللي طلبت منك أتاخدني عندك ضيف أيه مظبوط تماما فأنت هتستضفني بني أنا على إيه على طلب على طلبك دي محتاج استئزان لازم أستأزنك عشان أدخل بيتك تمام الاستئزان هنتكلم عنه في النص التاني من حالك في النص التاني بإذن الله يبقى الاستضافة اللي أنا بطلبها من سيادتك دي تقتضي الاستئزان والاستئزان هنتكلم عنه تماما إنما الضيافة لا تشترط الاستئزان لا لا الاثنين ضيافة استضافة الاثنين استضافة يعني الضيافة تشترط الاستئزان هي الأخرى طب نصبر عليك آه طيب الضيافة التانية الاصضافة التانية سيادتك اللي بتقول لي أنا مطلوبك تيجي عندي يومين أو ثلاثة أيام في السحل الشمالي في الفيلا اللي أنا عرفها دي اي أنا طبعا هوقع بينك وبين الأسرة وقت لا أنا كل حاجاتي معروفة فلما تقول لي تعالى تفضل عندي في الفيلا بتاعت اللي هناك في اليومين العيد مين طلبني الاستضافة أنا انت لما طلبتني صارت دعوة بالنسبة لي ايه دعوة دعوة أقبلها ولا ما قبلهاش دي اللي هنكلم فيها النهاردة تمام هاي إذن الاستضافة طلب الضيافة طلب الضيافة الطلب إما أن يكون من الضيف نفسه هو اللي رامي نفسه عليه فلازم يقدم لك استئزال يستئزم منك أو إن المضيف هو اللي هيكرم الضيف فبيقول له أنا طلبك دا الاستضافة فدي محتاجة دي طلب الطلب يسمو دعوة تمام هقبل الدعوة ولا ما قبلهاش تمام الدين يقول لي ايه طبعا هتسمع على كده الفقه اللي بيقول مش الدين طبعا طبعا لكن الخطاب العام بيقولك الدين بيقولك الدين بيقول لي ودائما يقوله كده طبعا دي خطيئة اللي هي تسمعه في الإجابة آراء فقهاء إذن الفقه يقولك ايه الفقه يعني الناس اللي بتفهم الناس اللي لها خبرة وتجربة الناس اللي بتحاول تستنبط من النص وهتفاجأ بآراء مختلفة ومتعددة تمام طب الفرق بينها وبين الإتاحة للطعام هي مش الإتاحة انت سميتها إتاحة باشي بس هي الحقيقة اسمها إباحة عقد الإباحة في الفقه معروف كده عقد الإباحة يعني الإباحة شيء أنا أمتلكه أبحته أبحته يعني إيه خلاص أنا كنت بمتلكه حرزلية مصبوط طركته في المكان عام طركته في مكان عام أي حد هيخذه صار ده مباح أي حد يخذه ماش لقطة لو كان لقطة ده يلتقط ضاعة من صاحبه لكن ده شيء زي أقولك زي زي الأساس المنتهي الصلاحية عند أصحابه فبينزلوه يحطوه في مكان القمام تقوم الناس تعرف أنه إيه مباح أو متاح للجميع مطروكات ماذا إيه مطروكات أو مباحات اللي عايزي يخلوه يا أخد أصل المباحات زي السمك في المية وزي الطير في الهوى اللي مش ملك حد أي ده مباح للكل مظبوط أي لكن من وضع يده لأول مرة عليه هيمتلكه نفس الأمر بقى ملكي أنا وملكك أنت طول ما هو في حرزك ملكك سيادتك نزلته من بيتك ورميته في مكان عام أصبح مباح للجميع مباح للجميع إلا هياخده يمتلكه ولا ينتفع به ويرجعه تاني هيمتلكه بقى مدى موضع يده عليه مظبوط تمام إذن الإباحة بتملك أما الضيافة ما يتملكش أنا أصدفتك ولا تصدفتني بتقدم لي طعام أكل آه لكن أخد وبيع أخد وحط في جيلي طب ليه هيخليتها للطعام فقط في العنوان ما هي عشان الإباحة في الطعام لأن الإباحة في المملكات أمر تاني أمر تاني الإباحة مفتوحة الإباحة في الأساس والإباحة في كل ما أمتلكه ممكن أسيبه مباحة بس أنا بأعمل ليه العلاقة ما بين الإباحة في الطعام علشان أخد الفرق ده اللي هو إيه لما أنا تركت طعام عندي عزومة والباقي طعام يعني مش عايزه فرحت سايبه في مكان مفتوح أمام باب العمارة للي يحب ياخده من الذين يريدون أن يأخذوه أصبح ده مباحة اللي يجي ياخد ويمشي أحد يحسبه لا أخده وباع ممكن 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 طيب تخيل بقى أنا أخدت الناس دي وأصدطهم عند بيتي وقدمت لهم الطعام في بيتي من حق واحد منهم ياخد ويكيس ويمشي من غرئز دي لا طبع ما يكيس من غرئز دي لا طبع هو جاي يأكل ينتفع بس مع ذلك قال بعض الفقهاء يجوز يجوز لياس يجوز بس بشرط ياخد القدر اللي كان هيكله بس الطعام بس ما يشملش الشوك والسكاكين حسن دي بعض ما يدعوه ده بقى دي بعض هذا العنصر الأول إنسانية قيمة الضياف طبعا إنسانية وهسبت لك أنها إنسانية من درجة الأولى اسمع لحديث رواه الطبراني وذكر ابن كسير في تفسيره عن عبد الله بن عباس ده حديث من أعجب الأحديث لما خلق الله الجنة أنا ما اسمت لك الضيافة من أين سنة كونية لما خلق الله الجنة نظر إليها ثم قال سبحانه قد أفلح المؤمنون وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل أبدا وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل أبدا بالله عليك لما ربنا خلق الجنة اللي هيدخل فيها الإنسان اللي توعد إن ما يدخلهاش بخيل ده دليل على إن الكرم سنة كونية ولا لا تمام خد كمان أكمل لك حديث جميل أي ذكروا البيهقي في شعب الإيمان وأيضا الترميزي في نواد الأصول الترميزي الحكيم في نواد الأصول بيحكي عن سيدنا عبدنا إبي طالب إن سوفانة أختها دي ابن حاتم حاتم الطائي له ابن اسمه عدي ولو ابنت اسمها سوفانة سوفانة دي اتأثرت مع الأصرة في عهد سيدنا النبي وهيتحكم عليها بأنها يكون مملوكة أمى جارية فطلبت موابرة سيدنا النبي وقالت له أنا فلانة وأبي ما رد أحدا ومشهور في العرب حتى الكرم الحاتمي اسمه كده الكرم الحاتمي ما فيش حد أكرم منه طبعا فطلبت منه الشفاعة إنه يسيب هيخلسة بالها فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أباها كان يكرم ضايف قال صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق أعدين بيقول إيه خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق ربط بين مين و مين بين حاتم الطائع وبين حاتم الطائع وبين الله الذي يحب مكان مخلاق سنة لسة أسأل الحديث فوقف رجل وقال يا رسول الله الله يحب مكان مخلاق الله يحب مكان مخلاق فقال صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق والذي بعثني بالحق لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق مهما كانت عباداته إن سيسيء الخلق إنك تشوف الجنة إلا إذا شاء الله بهذا الحديث إلا عنده حسن خلق يستبشر مهما قصر مهما قصر وهنا بقى الملاحظة المهمة حاتم الطائع كان في الجاهلية لم يكن مسلما طبعا وهذا الرجل الذي في الجاهلية صادف أن يحب مكرم الأخلاق التي يحبها المولى سبحانه وتعالى ولعل في ذلك دلالة خطيرة على إنسانية القيم الإنسانية عرفت أن الضيافة قيمة إنسانية تماما وأما الجانب الحضاري ده الجانب الكوني الجانب الحضاري الإنسان طور نفسه وعمل من الكرم يعني طبقات النهاردة كثرة المطاعم وكثرة الأندية وكثرة النقابات اللي بتستضيف رعاياها ده مش تطور حضاري قائم على الحضانة وقائم على الضيافة تخيل لو ما فيش نقابة بتقوم بضر اجتماعي مع عضاها هيحصل إيه؟ تخيل لو ما فيش الضيافات اللي موجودة في المؤسسات هيحصل إيه؟ كل ده تطور إنساني تلقائي بس بيظهر القيمة الإنسانية اللي هي الضيافة طب حاجة تراضية بسيطة قوي الضيافة اللي هي حريكة بتقوله المطاعم كتير اللي هي بمقابل مادي دي برضو تعتبر ضيافة طبعا تعتبر ضيافة تماما طبعا هو وجود المقابل المادي بالسوافر للجهد وعرب مع كثرتها بيؤدي إلى تخفض الأسعار نضرتها بيؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلينا نتكلم amazingly وقع ما يجري وانا محتج تأخلص مت إليش إن شاء الله لا لا لأن العناصر الجاي أنا شايفها إنسانية الثمرة 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 بالتأكيد إن طول ما الإنسان المسلم يعرف أن دي قيمة إنسانية يبقى لازم يتأكد أنه منافس مع كل البشر يعني إيه منافس مع كل البشر يعني ما فيش نطاق المنافسة مش مع المسلمين نطاق المنافسة مع مين مع البشرية مع البشرية كلها أنت يا مسلم بتنافس سبع مليار ونص نسمة أيكم أكثر كرما وضيفا من الآخر ويدل لذلك حديث رواه مسلم أن سيدنا النبي سؤل أي الإسلام خير فقال أن تطعم الطعام وأن تفشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف تطعم الطعام وتفشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف الثمر الثاني أن حيث كان الضيافة حيث كان الكرم حيث كان رضا الله عز وجل في كرم في ضيافة ربنا راضي في شح في بخل لا هنا بقى في الأمر الآخر وأما الأدلة في الكتاب والسنة على الضيافة وعلى الكرم ده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أرأيت الذي يكذب بالدين لحد إيه؟ ويمنعون المعون يمنعون المعون يعني إيه؟ يمنعون الطعام عن الناس وأقوله تعالى وتعالى وتعالى مع البدر والتقوى وفعوا الخير على المطحون آيات كثيرة وفي الحديث اللي رواء البخاري ومسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة طب في حديث ثاني هقوله ومحتاجه في العنصر الجاي بس هقوله لا من المصادر المهمة أيه تمام هقوله مرتين ليه؟ لأنه عليه حكم فقه جاي رواه مسلم عن أبي شريح الخزاعي قال صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزتها يوم بليلة ولا يحل المسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا كيف يؤثمه يا رسول الله؟ قال يقيم عنده لا شيء عنده يقريه به هوضحه الضيافة ثلاثة أيام يعني حقك يا إنسان على أخيك الإنسان ثلاثة أيام أقصى حقك ثلاثة أيام أكتر من كده ادفع بقى أو سيبه حرام عليك ما تزلموش أكتر من كده وأقله يوم بليلة يعني يا مضيف ما تزهقش من ضيفك قبل يوم لازم الحد الأدنى كم؟ يوم يوم أن يقيم عند أخيه يعني ما يصحش آجي أرمي نفسه عليك ضيف ونعرف ظروفك الخاصة أن أنت منتش فاضي ومش هتقدر لا تفضل أكلني ولا تشربني ولا تبيتني عندك أنا عارف ظروفك وآجي أرمي نفسه عليك لا يبقى الحرم على مين؟ علينا لأن أنا اللي جاي لك ورامي نفسه عليك وابقى تقيل عليه ولا يحجر المسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا كيف يؤثمه رسول الله؟ قال يقيم عنده ولا شيء عنده يقريه به أعرف أنه ما عندك شيء وقتا أو مالا ننتقل للعنصر الذي يليه إسلامة هذه القيمة يترتب عليها إشكاليات فقهية على رأسها حكم الضيافة التكليفي حكم التكليفي يعني حرم ولا حلال ولا واجب؟ ده الحكم التكليفي التكليف إحنا مكلفين يعني الحكم الفقهي يقولك واجب عليك؟ ولا ده أمر مستحب أنت عارف جمهوره فقهاء بيقول الضيافة أمر مستحب يعني ممكن أعتذر الضياف ببساطة من غير أي مقاش مخالف ديني هذا جمهوره فقهاء المذهب الحنبالي في المشهور وقول ليت ابن سعد لا واجب ما قدرش أعتذرله؟ ما تقدرش دينا أنا جيت رميت نفسها عليك العوض ما كانت عندي من أسباب؟ آه من عقك بقى وينقلك وينقلك وينقش فهم شيو سوء وتقول لي الأسباب لكن ما عندكش أسباب مقنعة يبقى هذا الله وضحك متو ليه؟ الحديث اللي ذكرته منذ قليل حديث شروح الخزاعي أبو شروح الخزاعي الضيافة الثلاثة أيام وجائزتها يوم وليلة يعني لحد الأدنى يوم وليلة ولي حق ثلاث يام حق عندك أدى فكر ودى فكر بالله عليك سمعت دين ولا فكر لا طبعا فكر والاختيار بينهما واجب أه بألا ولا واصديني وعايز أشيع للناس إن رأي الحنبلة هو الصح والباقي باطل هقول لكم شوف الرسول بيقول إيه وجر من نفسه عليك وأسيبك ويوم التاني أروح لغيرك وعيش كده سفلاء على الناس لو أنا بقى منتبه للرأي التاني أقول له حيلك حيلك ده جمهور الفقهاء بيقول الضيافة سنة ومن حق أقول لك أنا معتذر ومش هاب لك دعوة الضيافة هو دعوة الضيافة ديت عارف اللي هي أنت بتدعوني استضفني بتقول لي أنا طلبك تجي عندي يومين فياسمها دعوة أقبل ولا مقبلش أو العكس أنا اللي بقول لسيادتك أنا بصدفك عندي يومين أو ثلاثة أيام اتفضل عندي صدفك أنت أسرة كريمة يوم العيد دي اسمها إيه؟ دعوة دعوة حكم قابولها إيه؟ اسمها عدد أقوال القوي الأول للظاهرية وبعض الشفيع وضحنبلة قاله واجب واجب ديني هم قالوا واجب ديني من وجهة نظرهم ولا بحكم سماوي وجهة نظرهم طبعا بس كده ده اللي عايز أثمته ده الرأي فقهي بس مع ذلك صدر على إنه واجب ديني ولا لا أيوة بس من وجهة نظر مين؟ الحنبل الظاهرية ومن وافقهم من الشفعية والحنبلة قالوا إيه الدليل على إن الوجوب ديني الحديث رواه مسلم عن ابن عمر إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب وفي الواية إذا دعي أحدكم إلى وليمة وليمة عرص فليجب فليجب دي فعل أمر والأمر هنا وجوب هذا رأي الرأي الثاني قال به جمهور الفقهاء دي سنة قاله دعوة هنا للاستحباب وده قال به الحنفية وبعض الشفيع وبعض حنبلة المزهب التالب بقى مزهب الملكية وبرضو بعض الشفيع وحنبلة يعني بعض الشفيع وحنبلة أسهم وعطاعت أقوال في داخلي كان قول ثلاث أقوال مما يدل عن أن المزهب الواحد مفيش فيه وصاية دينية نفس المزهب الواحد المزهب الواحد مفيش فيه وصاية دينية المزهب الواحد بيحترم الرأي ورأي الآخر الملكية ومن وفقهم من الشفيع وحنبلة قالوا هنفرق بين وليمة العرص ووليمة غير العرص وليمة العرص واجب تنفيذها دينا وأما وليمة الختان ولا عقيقة ولا حاجة زي كده لا تأمر مستحب جابوا الكلام ده منين قالوا أصل رواية صريح مسلم عن ابن عمر إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب وردت برواية أخرى إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرص فليجب عشان الرواية الأخرى وقالوا إيه كمان بقى سيب النص حتى قال بالعقل كده العريس لو ما كانتش حواليه أصحابه والناس اللي دعاهم هيشعر بالخزي فبدل ما يشعر بالخزي يبقى نوجب على من وجهت إليه دعوة إنه يلبي الدعوة ده دليل عقلي ولا دليل عقلي طبعا من حقك ترفضه ومن حقك تقبله أما باقي الدعوات قال لك ده مستحب ومن حقك أفترض غيره وغيره لذي كتبه كله طبعا نشق للسه لسه في الدعوة دعوة لما تجيلك الدعوة بقى من مسيحي تقبلها ولا ما تقبلهاش أقبل اسمع أربع دولة القول الأول الظاهرية وبعض الشفاء قالوا إحنا مع قولنا في الوجوب ما تفرقش بين مسلم وغير المسلم جميل الحديث بيقول إذا دعي أحدكم لطعام فليجب ما فيش في فرق الرأي الثاني بيقول إنه مستحب وده برضو بعض الشفائية قالوا هناخد بزي ما قولنا فيه قولنا في دعوة المسلم مستحب برضو هنا مستحب القول الثالث بيقول مكروه وده قول الجمهور أكثرهم ليه مكروه قال أصل ورد في حديث آخر رواهي بخارج المسلم حق المسلم على المسلم خمس أول هو إجابة دعوة يبقى حق المسلم حق المسلم على مين على المسلم على المسلم إجابة منها إجابة الدعوة تبقى حق مين للمسلم المسلم مش حق غير المسلم طب إنتو جبتوا حديث ما روش علاقة وحديث ما روش علاقة حيث دهو بيقول أحدكم إلى وليمة فليجب أو إلى طعام فليجب مطلقة ما قالش هنا أخوك المسلم طبع تقوم تجيب له حديث ما روش علاقة آخر حق المسلم على المسلم بخمسة وتلقم ده على ده فق حقه الرأي الرابع الرأي الرابع قال به ابن عرف المالكي بيقول حاجة يتزعل يعني بس مش عايز المشاهدين يتزعلوا بيقولوا إن لو كانت الدعوة لعرص ما نقبلهاش ولو كانت الدعوة لطهارة ولاده ولا لحاجة تانية ممكن نقبلها وليه الفرق قال أصل العرص هيتجوز ويخلف ويقترهم مش عايزوهم يقترهم بالله هكذا كتب عشان تعرف إن في مشكلة عشان أنا بس بحكي الكلام ده ليه عشان أقول للمشاهدين عندنا مشكلة آه عندنا مشكلة هنفحكي على نفسنا ونطلع زينة معينة ونقول أسلامنا يقولوا كذا وديننا يقولوا كذا ونضحك ونتكلم باسم الإسلام ونعمل أنفسنا متحسنة نسمع الإسلام لا ده فقه يعني للأسف هذا الرأي موجود رأي موجود بهذه الصيغة بهذه الصيغة وبهذا التعليل يعني صارت السيدة المين صارت السيدة المتلقي شوف أنت يا متلقي بها قلب لك شكله إيه تحب يعملوك زي ما بتعملهم ولا تحب العملية إنسانية تمام لسه في حاجة مشكلة صغيرة في الدعوة آه بس عشان الوقت ما هو أنت لك الوقت الوقت لو جات لك دعوتين لو جات لك دعوتين تقبل مين قالوا تاخد أسبقهم اتنين اتنين جم مع بعض في دعوة واحدة قال تاخد أقربهما رحما الاتنين زي بعض قال تاخد أقربهما دارا بابلك طب الاتنين زي بعض قال تعمل قرعة الترتيب اللي أنا قلته ده أنا بسأل سؤال يصح أنا كشيخ أدخل في تصرفتك أنت يا صاحب الدعوة اللي جات لك دعوتين وعمل لك ترتيب ديني ده صميم الحرية الشخصية وقدم لك ترتيب ديني وسمي الترتيب ده ديني أنا أسمي الترتيب ده فقهة أخذ بإيدك لما أنت تكون حيران تعمل إيه أو ما أقول لك أعمل قرعة أقول لك خد الأقرب كذا لكن أنت يالي جات لك دعوة تقدر وتشوف إيه اللي يناسب لك تمام تحت أقرب يعني هندخل في الأفكار الإجرائية ولا ننتقل للإستئزانة على طول ونجمع الأفكار الإجرائية لا 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 أنا أخذ الأفكار الإجرائية واحدة بس طيب تفضل مش في الإصدفة بالضبط المدر الجامعية مش في الإصدفة تمام كل التحية لما نفكر في المدر الجامعية دي بيوت الشباب مش برضو بالضيافة تمام وجود كل الكافتريات والمطاعم اللي بتشجع الناس على أن يدعو بعض للضيافة يوم جميل بتمناه من كل جد يجمع العيلة عنده في الأسبوع بس بدعوه وناشد كل الأبناء والأحفاد بالتربية الدعوة تمام يلابه دعوة مين مش دعوتي دعوة مين الجد تمام وتيت تمام وفنادق المطارات التي تستقبل الناس في حالة الترانزيت وهكذا ناخد فاصل بقى لا نحن هناخد فاصل عشان نستثمر الوقت وننتقل مباشرة إلى القيمة الأخرى وهي قيمة الاستئزان وكأنها تشكل حلقة مستقل مهمة نحاول أولا أن نعرفها وأن نكيف هذا اللفظ لفهمه ثم نتعرف على موضعها في الإسلام بعد ذلك نتعرف على إنسانية قيمة الاستئزان وثمرة هذه القيمة ودور مصادر الدين في التأكيد عليها وفي التحذير منها بعد ذلك نتعرض إلى إشكالية أسلمة هذه القيمة وسنتعرض إليها في سلاس نقاط محددة الاستئزان في البيت الذي فيه زوجته والاستئزان في البيت الذي فيه محارمك ثم البيوت غير المسكونة والتي فيها متاع لنا وما حكم هذه البيوت بعد ذلك نتطرق إلى الأفكار الإجرائية التي تجسم وتجسد قيمة الاستئزان في حياتي نبدأ بتعريف قيمة الاستئزان الاستئزان طلب الإذن وطلب الإذن معناه طلب الإباحة من شيء محزور يعني كان في شيء محزور وأنا بطلب إيه الإذن الإذن لاستباحة هي بيتك محرم مصون على ما ليس من أعضائه مش محرم مصون على أعضائه طبعا يعني أنت بتدخل ما شاء الله وهناك كلمة على إذن لما يدخل البيت اللي فيه الزوجة لكن أنا منش من أعضاء القصة عند سيادتك فعشان أدخل بدخل حرمة يبقى لازم إيه أستأز بستأزن عشان أخذ حكم إباحة بالدخول إذن كان الدخول محرم والوقتي بأيأخذ إذن إيه بالدخول الاستئزان ده إما أن يكون في حق من حق الله أو في حق من حق العباد مين في الدنيا هنا من كل الجماعات الدينية من كل من يسمي نفس رجل دين يملك أنه يدي إذن إباحة في أمر ديني محرم مفيش مفيش طبعا ليه ربنا ما سلمش السلطة لحد طبعا أمر الدين في إيد مين في إيد ربنا إذن الاستئزان اللي بنتكلم عنه في حقوق آدميين ولا حقوق الدين آدميين طبعا حقوق آدميين البشر عايز قبل ما انتقل أثبت بسي بالدليل على إن مش من حق حد يدخل في حرمات الله كل بني آدم مسؤول بينه بالربنا تمام هيروح للشيخ يبكيله وأصل حصله بتاعه وتوّبني يا مولانا كلام دجل لكن هو عاوز يتوب يقول يا رب وياستعين بالله يروح لمولانا عشان يديه معلومة العلاقة بيننا وبين الآخر معلومة يديك معلومة والمعلومة كما قلت من قبل قوله يحتمله الصدق والخبر ولا صدق مطلق لا طبعا الصدق والكذب أي خبر كده اقرأ في اللغة العربية الخبر هو قابل يحتمله صدق والكذب إذن الرهانة على المتلقي أنت يا متلقي ارتضيت بأن كل كلام ربنا صدق إذن أنت اللي خليته صادق عندك تمام مش هو صدق عندي غيرك اللي أنكره غيرك اللي أنكره ده هو اعتبره خبر وأنكره ما لكش لها علاقة بيه العاقة بحسن نيته أو سوء نيته تمام بيقول في يوم خيبر كان يوم مشهود وقعدوا فيه تقريبا 23 و 20 يوم أو أقل بقليل خارج حسن خيبر كانوا متحصنين جاعوا أوي تعبوا وبعدين ربنا أكرمهم ودخلوا خيبر فبيقول ما إن فتحت خيبر حتى وقعنا على تلك الشجرة فأكلنا منها أكلاً كثيرة الشجرة دي اسمها إيه البقلة البقلة هي إيه التوم الكرات منبعهم ثم دخلنا المسجد فالنبي اشتم الرائحة رائحة مش طيبة فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربانا مسجدنا فالناس قالت لبعضها إيه الشجرة دي حرمت 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 أكل التوم بقى حرام الكلمة مشت ووصلت لسيدنا النبي صلى الله عليه فأخطه وقال أيها الناس ما كان لي من تحريم ما أحله الله يا سلام أنا ما بحرمش شئ ربنا أحله ولكنها شجرة أكره ليحها شجرة أكره ريحها ريحها أنا ليس بي تحريم ما أحله الله عشان تعرف إن سيدنا النبي نفسه بيصعب مسألة التحريب ما يملكش يحلل شيء ربنا أحرمه ولا يحرم شيء ربنا أحله النبي رسول إذا كان النبي كده فما بالك بسائر البشر تمام إذن لما تحب تستأذن في شيء من المحرمات الدينية ما لكش حل غير بينك وبين ربنا تمام لكن في حقوق البشر وبعضهم آه في استئذاء بيتك حرمتك بس إذنك يدخل فيه بس بمناسبة عشان أدخل إذا كان بيتك لوحدك بتديني إذن أي لكن لو كان بيتك وشريكك يبقى لازم أخذ إذنك تأخذ إذن من هذا وهذا طب ولو كانت شكل حياتك نفس الشيء تمام إذن الإذن دائما عندها حقوق المرأة حالتك حاضر الزهن إذن الإذن لازم من من له حق الإذن وباتفق الشركاء ما ينفعش واحد ينفرد ويقول أنا السيد هنا وإلا هيبقى فيه إضاعة حق الطرف الآخر الشركاء متساوين المهم ده عن الاستئذان في تعريفه تمام التحديد موضعي في الإسلام طريقة الاستئذان كيف يكون الاستئذان؟ ماروش تحديد يكون بأي طريقة من طرق الاستئذان ما يعده الناس واستئذاناً مش يلتزم بالعرف الحضاري مثلاً يعني بعد إذنك لو سمحت بدي يعني فيه كلمات يجعلين هو يتخذها ليه العرف الحضاري ممكن تعمل كده لصاحبك يدخل يعني بإشارة يعني أنت جالك بدولف كتير ففيه ناس كتير أنت مش عايز تحرج نفسك ففيه واحد بتغمس إيده كده وفيه واحد بتسلم عليه وتقف قدام إذا كل ده وارد رش وارد كل الأساليب مطروح ممنوع يدخل سلطة على إرادة الإنسان المهم أن يبقى فيه تراضي لكن فيه عندنا مشكلة تانية موضع الاستئذان من السلام موضع الاستئذان من السلام نفسه يعني أنت بتسلم أول وبعن تسازن ولا بتستازن وتسلم إيه رأي في فكرة دي هيا لي السلام أولا رأيين برضو تسمع للرأي الأول الذي قال به جمهور الفقهاء قال الأول السلام ثم لسزان السلام عليكم أدخل ده معنى السلام قبل مين الاستئذان ولكن الرأي الثاني قال به بعض المالكية وبعض الحنبلة قاله إيه لا تاخد الاستئذان أول وبعدين السلام أدخل إن أزن تقول السلام عليكم ده سلام مشروط إيه الدليل كل رأي من ده استدل بحديث مش معنى استدل له بحديث إن ده دين ده استنباط استنباط بشري الرأي الأول رأي الجمهور الفقهاء بقول السلام قبل الاستئذان حديث رواء أبو داود أن رجل جاء إلى رسول الله وطرق الباب ثم قال أألج يعني أدخل فقال صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان قل له يقول السلام عليكم أأدخل يبا سبق السلام فالرجل سمع فلما سمع هذا من رسول الله قال قبل أن يأتيه خادم سيدنا رسول الله السلام عليكم أأدخل فأذن الله هنا عندي ملاحظتين الملاحظة الأوانية أن الرجل قال أألج وهذا اللفظ له إحاءات غير طيبة في هذا العصر الولوج كان لها دلالة بإحاءات مش مصبوطة فالنبي بيقول له قول أأدخل بدلا ما تقول أقالش هذا أول ملاحظة الملاحظة الثانية بس يوجد الناس برضو أأدخل برضو في إمكانك أنك تأولها صحيح قول لأهل عصر في إمكانهم ياخدوا اللفظ ويأولوا تأويل غير طيب أسوفهاء يستطيعون بس المطلوب من الإنسان ينقل نفسه ويبقى عنده يعني نفس فيها حضارة كده وفيها رقي ويأخذ الكلام بحسن كلامه وأجمل ما فيه أجمل معانيه فالمهم الأمر الثاني قال له قول السلام عليكم أأدخل يبقى نبيه لأيه أن السلام يسبق الدخول ويسبق الاستئذن هذا أول الرأي الثاني بيقول لا الإذن أول وبعدين السلام أنا أسلم على الناس معرفهم مش شايفهم مش لم يقبى فيه ناس أسلم وبعدين استدلي بحيث روال بخار يا مسلم عن جابر ابن عبد الله بيقول ذهبت إلى رسول الله في أمر دين كان على أبي أبو الله يرحمه كان يستشير فيه أحد وكان على دين فهو رايح يستشير النبي في الموضوع الدين ده فطرق الباب على سيدنا رسول الله قال من ذا فقال أنا فالنبي خرج يقول أنا 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 كأنه كره أن يقول الطارق أنا أنا لابد أن يعرف بنفسه ده تفسير هو نبي قال كده لا ده تفسير آه تمام إنك تقول أنا فلان مسألا هذا تفسير التفسير التاني إنك تقول السلام عليكم تقول أدخل أو عندي طلب كذا ما تقولش هو طرق الباب فبيقول له من ذا بالباب فيقول له أنا عايز إيه فلازم يقوله عايز إيه ما يمكن عايز يقول كلمة ويمشي فكان يسمعها وخلاص لكن لما يكون عايز يدخل كضيف يقول له أدخل يبقى إذن لازم اللي جوه في البيت يعرف المراد هو أنت طالب إيه تمام فإذن عندك أكثر من تأويل لهذا الحديث هم أخذوا تأويل معين وقالوا إيه إن النبي قال له أنت بتقول أنا أنا يعني كان يجب عليك تقول أدخل أو لا أدخل تمام أو عندي معلومة هقولها لك ويمشي وبالتالي صبقوا الاستئذان على السلام بذلك صبقوا على السلام ولكن يعني يعني له كل حل هي ليست مشكلة هي خيار بشري عادية بتقدير الناس على كل حال بالتأكيد إنسانية هذه القيمة هي طبعا إنسانية بدليل نقرأ الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى إيه تستأنسوا تستأنسوا عفوا أقف عن ده شوي حتى إيه تستأنسوا من الأنس إنساء إنساني ناس اللفظ كل واحد المادة واحدة كلها تمام من اسمك يا ناس من اسمكم يا ناس من صفاتكم يا ناس من طبيعتكم يا ناس إنتوا بتستأنسوا يا ناس لازم تستأزنوا فأصبح من اسمنا إنت من الناس أنا من الناس تمام فكان من الطبيعي بطبيعة اسمك وطبيعة بنيتك وخلقتك وطبيعة بنيتي وخلقتي إن ما ينفعش واحد فينا يلتقي مع التاني من غير استئذان فكان الاستئناس ده اسمه استئناس يعني استئناس أن يأنس هذا الطرف لذاك أولا يجب بينهم ألفة تقبلني ولما تقبلني أدخل لكنين ترفضني وأدخل يبقى داخل حرب فإذا كان شيء طبيعي من الإنسانية أو سنة فطرية من فطر الكون والفطرة الإنسانية السوية الاستئزان الاستئزان ده شيء طبيعي مش محتاج حد يعلمه ده من بنيتنا احنا من طبيعتنا من طلعتنا تمام وبدليل روح شوف كده بقية العالم اللي مش مؤمنين بأي دين ما عندهم مش استئزان لا طبعا عندهم بيخشوا كده زي الوزا كذا لا لا عندهم مش استئزان برضه عندهم لي وله قواعده وله من اللي خلي عندهم ليه الانسانية الانسانية اللي عنده تمام أما الدليل الحضاري آه ده الإنسان تطور قوي وطور وستئزان زي مش اخترار لك التليفون اخترار لك الجرس تمام اخترار لك قبل الجرس كان فيه قراءة الباب بيض الزبط على مش اخترار لانسان ده برضو البلد الخشبية اخترار لانسان عشان ايه عشان يحقق الفكرة الاستئزان اذا ده خلقة على مصدر العالم ولا عندنا احنا بس تمام من اللي اخترار التليفون على مصدر من اللي اخترار الجرس عشان تعرف ان ده ايضا فكرة آه انسانية أو قيمة انسانية ثمرة هذه الثمرة ان المسلم بينافس كل البشر فيه الاستئزان اللائق اللائق طبعا هتقول لنا استئزنت آه استئزنت والخواجة فلان استئزن بس الخواجة فلان لما استئزن كان استئزانه رقي قوي وانت لما استئزنت استئزانك كده بلدي قوي هنقولش بلدي بقى بلدي كلمة حلوة ماشي هنقول زي اهمت يعني زان غير حضاري متواضع عاوي يا مين احسن من مين عند ربنا طبعا الاخر الذي استئزن بالرقية شفت بقى ربنا ويجب ان نتعلم منه في هذه الحال وان يقلده وانه حكيه وانما قلت له لما قلت لسيادتك انه منافس اذا يجب على المسلم يبقى صاحي ومتيقظ ويشوف اجمل طرق للاستئزان اجمل واحسن اساليب للاستئزان ويقلدها دون حرج اي حرج دين انها انسانية تمام واللي فينا هيوصل اليها هياخد اجرها اكتر من تاني تمام وانت منافس مع كل البشر ننتقل للفكرة مصادر الدين التي تؤكد على هذه القيمة الكبيرة اه بأتير يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهله تمام يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلوة منكم ثلاث مرات من قبل صد الفجر وحين يضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صد الأشاء وعدين ايضا يا ايها الذين امنوا اذا قل لكم انت فسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم واذا قل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات تمام المسلم عن أبي سعيد إن سيدنا نبي يقول إذا استأذن أحدكم على أخاه ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف إذا استأذن أحدكم على أخاه على أخي ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف أنا ضربت ثلاث مرات خلاص جميل هناك إشكاليات تفضل كان عندنا أدابلس إذان أشكاليات تفضل في أدابلس لسه عايز حليقة تقولها طيب بس خلي بال إشكاليات حريصين عليها عشان كمان أصارت فضلنا جدا عنوانها هناخد بقى منه بأي طريقة مرات من أداب الاستئذان أولا ما الأداب ما لا سقف الأداب إيه؟ ليس لها سقف إذن لما بدرس وده خطاب بوجهه لكل من يتحدث في الأداب في كل الخطابات الدينية وفي كل الجوانب الإنسانية يجي ولك إيه؟ أداب الطعام ويحط لك رس لك أشياء وكأن هي دي متعبدات أنا حزين لأنه اعتبر للأداب سقف الأداب بيه ما لاس سقف ويتطور على طول ونجيب أجمل وأجمل بقرة أولادنا وأحفادنا جيب أحسن منها بس أنا هذكر لك أدابين فقط في الاستئذان علشان تعرف برضه أن كل شيء لازم نفتح له بباد باب الأداب أول حاجة كم مرة تستأذن وعتمشي تضرب عاية بالتليفون واحد مثلا بضرب عاية بالتليفون يمكن عشرة مرة على طول على طول على طول على طول بتعاني من الحكاية أو واحد بيجي عندك البيت ويضرب جرس كتير يعد بالساعة فهل للاستئذان عدد؟ الجمهور بيقول آه في عدد ثلاث مرات والإقلاص الثالثة ما حدش رضي عليك تنصرف جميل جدا المذهب المالكي بيقول لا ممكن تستمر لحد لما تستوسق إن ما حدش في البيت أو إن اللي في البيت سمعت إحتمال يكون اللي في البيت مشغول ما سمعتش الرأيين دول بالله عليك ما بيعبروش عن منطق بشري ومنطق بشري منطق بشري وتقدير خاص جدا جدا ويختلف من واحد أنا زائر لواحد مختلف عن واحد آخر ممكن دا يكون إذن لما صدر واحد منهم على إنه الدين والشرع والشرع بيقول إيه والدين بيقول إيه ظلم ظلم وارتقات على الدين طبعا إذن أقدمه على إنهم إيه؟ على إنهم فقه وتفكير بشري وتفكير ناس الأدب الثاني المكان اللي هتوقف فيه وإنت بتستأذن طرقت عليها الباب الحديث رواء أبو داود إن سيدنا النبي كان إذا طرق الباب على أحد لم يقف فيه مواجهة الباب وإنما وقف عن يمينه وعن يساره عشان ما يحركش مين؟ الأهل البيت هتطبق كلام ده عصم؟ يعني بالفطرة ممكن الإنسان يطبقه حتى يعني بالأداب العام يعني لو إن الراجل حطت العين السحرية في وسط الباب تقوم أنت سيادتك تستخبى في الجانب اليمين أو الجانب الشمال لا أنا أقول عنده فتح الباب فقط لكن في البداية أظهر له نفسي عشان يقدر يراني بالعين إذن لازم أفهم الحديث ده على المقصود ده طبعا على إن النبي ما كانش زمان العين السحرية آه طبعا ولا كان فيه العين السحرية لا طبعا النهاردة بقى فيه العين السحرية لما بقى فيه العين السحرية يجب على الطارق إنه يكشف نفسه أمام العين السحرية من الأداب ولّيخبيها ولا يقف بعيد عنها علشان يقول أصلي النبي كان بيقف على اليمين أو عن الشمال وهو نيته إنه يهرب من العين السحرية عشان التنى ما يشفوش لعلها من الأداب الأولى أن يظهر أمام العين السحرية إذن لما نبي كان بيقف على اليمين أو الشمال إنه كان معروف إنه بيفتح ما كانش في العين السحرية وهيفتح يكشف الباب فبدل ما يكشف الباب يقف بعيد عشان مايبقاش عينه تنظر إلى داخل الدار إلا بإذنه دي عادة じلت석 بس هي ملهاش سقف طبعا طبعا وهي مفتوحة من ضمن الأدابة النهاردة قبل ما تجيل الدني تليفون وجملة مهمة قوي أرجو أن الناس كلها ترسخ في أزانة كلمة الدكتور سعد ملهاش سقف لأن يا جماعة المسائل دي مفتوحة لخيالاتكم وإبداعاتكم بكافة الطرق الحياتية إشكاليات الأسلام على رأسها العنوان الغامض ده الاستئذان في البيت الذي فيه زوجته أه تصدق أه زي دي بيتك ومرتك في البيت وإنت هتفتح الباب وتدخل ولا أول تضرب الجرس وتدخل هفتح الباب وتدخل ده جمهور الفقهاء قال كده في حد تاني قال غير كده المذهب المالكي ليه بقى قال بقى ربنا يقول وعاش الهنا بالمعروف فلازم يبقى عندك معروف في المعاشرة قبل ما تدخل تؤنسها وتعرفها أنك داخل وتخبط تخبيط الزوج أو تخبط تخبيط وبعدين تدخل لكن فجأة كده وهي مش إنسانة ممكن تتوهم خيالات أخرى غلط وواحد غريب جاي مش أنت عشان تزوج بها هي حفظاك ما هي حفظاك آه بس ممكن يجي لها لحظة خيال أن واحد آخر جاخل والله هذا السبب محترم وأكثر تحضرة جدا شفت وجود الأراء الفقهية بالمقابلة بالرأي ورأي بيخلي العقل ينضج طبعاً ويفكر في المنفسة الأحسن تمام وده سر ذكري للأقوال الفقهية التعددية أني لازم أخلي كل واحد ينافس الآخر في اختيار الأجمل الأشياء التي الأجمل والأحسن والأفضل والتابعوا أحسن ما أقنسي لكم من ربكم تمام الاستئذان في البيت الذي فيه محارم الشخص آه سيادتك عايش في بيت فيه والدة عايش في بيت فيه أختك والزوجة قلنا باعتبار أن العلاقة متصلة فالجمهور الفقهية بيقول مفيش في عورة تدخل براحتك المزل المالكي بيقول لا وعشان معروف لكن هنا بقى الأخت والأم لها عورة تمام فهل تدخل على البيت الذي فيه أحدى محارمك بدون استئذان الجمهور يقول يجب الاستئذان المزهب الشافيع يجب والمزهب الشافيع يقول ده حتى المزهب المالكي يقول إيه مع الجمهور يقول إن من أنكر هذا الاستئذان فقد كفر أستغفر الله يعني كفر لأنه معلوم من الدين والضرورة اعتبر هذا شفت العبارة معلوم من الدين والضرورة اللي كفرت ناس كتير؟ اه قال لك ده مسألة مفروغ منها زي تتكلم فيه المذهب الشافعي خالف وقال ايه؟ وقال ان الاستئزان مش مطلوب بس مطلوب استئناس بمعنى ايه؟ حمحمة يعمل صوت كده انه جاي يتكلم مثلا بالتليفون عشان يعرف ان فيه هو صوته معروف اي علامة من العالمة لكن الاستئزان لا مش مطلوب ده مذهب مين؟ الشافعي مذهب الجمهور بيقول الاستئزان واجب ايه دليله؟ حديث رواه لمن مالك في الموطأ من مرسلة عن عطاء مرسلة ان رجلا قال يا رسول الله استئذن على امي؟ قال نعم فقال يا رسول الله انها في بيتي قال استئذن عليها قال يا رسول الله اني اخدمها قال اتريد ان تراها عريانة؟ قال لا قال استئذن عليها هذه الرواية اللي انا حكيتها بالحرف اللي موجودة في موطأ مالك بتدل على ان الاستئذان مطلوب تمام بس مطلوب وجوبي ولا مطلوب استحبابي هو ده الخلاف ده التقدير في تأويل الرواية ايوه الجمهور قال هجوبي الشفعية قالوا استحبابي والافضل انك ما تدخلش تزعج الاخر وتعمل صوت تدل على انك جاي تمام ده الاستئذان على مين؟ على المحارم بعد كده البيوت غير المسكونة التي فيها متاع لنا اولا نشرحها للناس ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ما هو المشكلة في المتاع ده انت كابت واشرح لي ده هي المشكلة في المتاعين ده هي المشكلة ما هي تلك البيوت التي فيها اربع رأى من التابعين من قال زي اعطاء قال ايه هي البيوت التي في اعطاء الله سكندري لا اعطاء ابن ابي ربح في احد الطابعين بيقول ان هي البيوت التي فيه الطرق غير العامرة والتي يأويها النزلاء اسمها النزل مهما كانش فيه فنادق ايه الفنادق ديه تطوير لعمل انساني بدائي اوي لقيمة الضيافة كان اايم بفكرة ايه كان اايم على فكرة وجود بيه الضيافة ايواء واحد يناموا بس من غير اكل وشرب ويناموا نومة ايه نومة يدوب كده نومة مسافر يعني كان اسمها نزل اسمها ايه نزل يعني المسافر بينزل فيها اتطورت طورت لما اصبح الوقتي فهمتك سبع نجوم كان اقصى حلمنا خمس نجوم من خمس ست سنين فاتهم والوقتي بقى فيه سبع نجوم وسمعنا كمان لسه فيه كمان تطور انسان اكثر واكثر الانسان بيبدع واحفادنا هيشوفوا افضل ما رأينا كمان المهم ده الرأي الاول الرأي التاني بيقول لا ده المراد بيها البيوت التي فيها اللي هي فاضية والناس تقضي فيها حوائجها الخلاء وهو ما كانش فيه مراحيل عم طبعا فكان البيوت الفاضية الخاربة دي اللي يدخل فيها من اجل ان يقضي حاجتها مش محتاجها اذن الحسن البصري يقول لا المقصوب بيها الدكاكين اللي فيها اكل وشرب بتاعنا الدكان اللي بيبيع بقالة وكده اللي انت راح تسير منه طعم وشرب ان دي بيوت غير مسكونة وفيها ما تعلم ايوه المذهب الحنفي والمذهب المالكي بيقول لها الموضوع عوصع من كده بكتير كل البيوت بلا استثناء اللي فيها مصالح لينا سواء كانت مصلحة اكل زي المطعم ولا مصلحة نوم زي الفنادق ولا مصلحة تعليم زي المدارس ولا مصلحة علاج زي المشفات ولا مصلحة عبادة زي المساجد والكنائس كل اي شيء فيه مفتوح عام للناس ده بيوت غير مسكونة فيها ما تعلم لان محدش منهم لو كفي ساكن هيبقى الحارس ده في حرمته في مكان حراسته او مكان نومته لكن البيت نفسه ده فيه ما تعلم لو انت طبقت الكلام ده النهاردة مع التطور الامني والاحتراص الامنية المتخز الوقتي هل يجوز لنظر المدرسة يروح المدرسة في غير اوقات العمل الرسمية ويفتحها من غير ما يعمل خط سير ويفتح رسمي في هذه الحالة يروح بيوت غير مسكونة بس هذه المرة سجون هيكون العقاب السجن المهاردة تقدر تدخل شركة مطعم في غير موعد عمل رسمية لا طبعا بتاعته لا طبعا مش هو موعد عمل رسمية بيفتح امت ويفتل امت وهذه من معالم التحضر التي نعيشه عشان تعرف ان الحضارة الانسانية بتعدل طبعا وبتطور نعيش مع الحضارة ولا نعيش مع الفكر والفقه القديم الذي كان يعيش مع حضارته هو زمان ما كانت عندهم حضارة لا عندهم طبعا حضارة عندهم بس حضارة تناسب عصرهم فهل يصح ان تنقل الحضارة التي كانت تناسب العصر الماضي وتعتبرها ديني النهاردة وعلى فكرة كل الذين ناقدوا الحضارة استسلموا في النهاية واضطروا الى اتباعها رغما عنهم رغم جهادهم خلافية انها كانت اقوى في اجبارهم على هذا ده بالتأكيد بس ضياء عمر كبير صحيح وانا كم اتمنى من شعب مصر الكريم انه ما يضيعش وقت في عمر طويل في حياة ماضية فكرية حضارة قديمة وتقدم على انها دين وولدنا هينتفعوا باللي احنا ما انتفعناش به يعني هتربهم مثال سريع انا في جيلي حرمنا من الصور الفوتوغرافية بسبب الفتاة التي كانت تقول انه حرام النهاردة الذين كانوا يقولون انه حرام وهم الجماعة السلفية النهاردة اتصوروا بالحجم الطبيعي وطلعوا في الفضائيات وامتلكوا فضائيات ده بيصوروا عملياتهم الارهابية بالفيديو الذين حرموا الاحزاب اول ما ظهرت في مصر في القرن العشرين اول قرن العشرين امتلكوا احزاب لما مسكوا الحكم في 2012 وعملوا احزاب كبيرة العدد عشان تعرفوا ان دول تجار دين بصحيح حرموا علينا اشياء لو كنا احنا من اول ما ظهر الاحزاب في مصر في اول قرن العشرين بالله عليك ما كانش في مصر تبقى احزاب قوية طبعا والسياسة متحضرة وتجربة سياسية ايه اللي خلنا متدنيين كده في الفكر السياسي العام الشعبي هذه التحريمات ما تدربناش ما خدناش الخبرة بسبب ايه بسبب التدخل الديني فانا عايز الشعب المصري ما يفقدش حضرته اللي الانسانية وصلت اليها بسبب خطاب ديني مغلوط يقدم على انه دين ووفق وزي ما افضلت ولا يضيع وقتا كثيرا لانه سيلزم هذه الحضارة شاء ام ابا المسألة فلا يضيع وقته فيأتي في الزيل يبغي ان يكون في المقبل ونش بس معلش عشان نهاردة جالي تلكم مهم وانا صحيح ان شاء الله في حلقة قادمة وارضها اكد عليها بس مختصر سريع ان المسلم مش معناه انه اسلام المسلم بشر مسلم يظهر الاسلام من وجهة نظره انا مسلم من وجهة نظري وانت مسلم من وجهة نظرك والاسلام ليس لم تستولي انت علي وانا لم استولي علي اذا الاسلام لا يستولي عليه مخلوق وانما من حق كل انسان انه يظهر صورته امام ربنا بالصورة اللي هو عايزها اما اسلام مع البشر يتحقق بقول النبي المسلم من سلم الناس من لسانه ويده واما القلوب فحسابها عند الله اخيرا الافكار الاجرائية التي تترجم هذه القيمة الجميلة قيمة الاستئذان الى اجراءات وتفاصيل في حياتنا قبل ما اعمل مظاهر اخذ استئذان قبل ما اعمل مسيرة اخذ اذن قبل ما اعمل سرادق في الطريق وعطل الطريق راح اخذ تصريح قبل ما ادفن الميت اخذ تصريح مش دي كلها تصريح كل ده استئذانات مطلوبة قبل ما افتح البنك بتاعي لازم اعمل تصريح بالدخول وشكل فتح الخزنة وفتح البنك قبل ما افتح المدرسة وهكذا كل حياتنا النهاردة اصبحت باستئذان واعتقد وجود التليفونات للاستئذان ما عادش فيه مشكلة ويسر مسألة الاستئذان لكن صورة حضارية اللي هيستأذن ويمشي بيحترم الازن ويحترم الطرف الاخر هيبقى ارقى انسان واللي هيعتدي على هذه الحرمة هو اللي خفض من قيمته ونزل هو اللي هبط طب اسمح لي احيي القيمة بان استأذن في انهاء الحلقة بعد الاستمتاع بهذه الاراء الجميلة و احيي قيمة الاستئذان بان استأذن في ختامها بان وجه للسادة المشاهدين طبيعة السؤال الذي تقوم عليه مصابقة هذه الحلقة و اذكرهم بانها كانت في شكلها حلقة لكنها حلقتان او سؤالان يعني اولا الافكار الاجرائية التي تترجم قيمة الضيافة الى اجراءات في حياة الناس و الافكار الاجرائية التي تترجم قيمة الاستئذان في حياة الناس هذا سؤال حلقة 27 و الاخر الذي يخص الاستئذان سؤال حلقة 28 نأمل في النهاية ان ترسل اجاباتكم بهذه الافكار التي لدينا شغف وفضول كبير للتعرف عليها كيف سيتخيل الناس هذه الاجراءات بل اننا ايضا نحاول ان نبني عليها باذن الله لعلها تكون في افكار يمكن الاستعانة بها لكي تصبح قوانين في المستقبل تحكم حياتنا اشكركم و اتمنى ان تأتي هذه الاجابات باذن الله على عنواننا البريدي مسبيرو كورنيشن ييل القناة الفضائية المصرية برنامج مجلس الصائمين و مصابقة شارك بفكرة نتفضل بالشكر الى فضيلة الاستاذ دكتور سعد الهينين شكرا جزيلا احباء المشاهدين اشكركم ايضا على امل اللقاء بكم باذن الله في الغد و حلقة جديدة من مجلس الصائمين اريد فقط ان اذكر قبل هذا الختام ان يكتب اسم المتسابق على الظرف بشكل واضح الاسم فقط نكتفي بيه على الظرف و باقي البيانات الخاصة برقم التليفون و حتى الايميل و كل هذه والسن و موصفات الشخصية لكن داخل الخطاب نفسه مرة اخرى اشكركم و الى اللقاء هذا البرنامج برعاية موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة